السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا معكم عمر الحداد من قناة مهندس زراعي يتجدد لقعنا مع حضراتكم حلقة جديدة فيديو جديد موضوع مختلف تماما هنتكلم فيه عن النباتات الحولية والنباتات المعمرة كلنا بنحب أن يكون عندنا في الحديقة أو في البيت نباتات مزهرة ولكن بنروح للمشتل عشان نشتري نبات مزهر فبعد ما بنشتري النبات ونروح عشان نزرعه في الحديقة عندنا بعد فترة من الزمن بنلاحظ على النبات وجود إصفرار للأوراق ووجود تصاغط للأوراق وزبول النبات ثم بعد ذلك موت النباتات فبتبتدي أن تسأل عن سبب موت النبات ده أو النبات التي اشتريته من المشتل فبتلاقي الإجابة أن النبات التي اشتريته من المشتل وزرعته عندك في الحديقة ده نبات حولي وليس نبات معمر فالنهاردة مع بعض علشان نعرف إيه الفرق ما بين النباتات الحولية والنباتات المعمرة وإيه هي النباتات الحولية وإيه هي النباتات المعمرة ولكن قبل ما نبدأ موضوعنا ما تنساش أنك تتابع الفيديو للنهاية عشان تستفيد بأكبر قدر ممكن من المعلومات ولو أنت أول مرة تشوفنا أول مرة تشوف فديوهاتنا أول مرة تدخل على قناتنا ما تنساش تدعمنا وتشجعنا انزل تحت اعمل اشتراك في القناة فعل الجرس لتنسل أقول لديك عالم الزراعة وشارك الفيديو مع أهلك وحبابك وصحابك خلي الكل يستفيد تعالوا نبدأ حلقنا مع بعض النباتات الحولية والنباتات المعمرة وإيه الفرق ما بينهم بالنسبة للنباتات الحولية هي النباتات التي تزرع وتنمو وتزهر وتنتج البزور وده كله بيكون خلال عام واحد أو خلال سنة واحدة يعني بنجيب البزور من المشتل بنزرحها في الطربة البزور بيحصل لها عملية إنبات بتكون الجزور بعد كده بتكون النمو الخضري بعد كده بتزهر بعد كده بتنتج البزور وبناخد منها البزور عشان نزرحها في السنة القدمة وبعد الانتهاء من عملية إنتاج البزور بيحصل عملية موت للنبات مباشرة حياتها كلها أو مراحل حياتها بتكون في خلال سنة واحدة النباتات المعمرة هي النباتات التي تظل في الطربة أطول فترة ممكنة يعني أكثر من سنتين وعشان كده بيطلق عليها النباتات المعمرة اللي هي بتعمر في الأرض الزراعية أو في الطربة الزراعية نرجع للنباتات الحولية ولازم نعرف إن النباتات الحولية في منها نعين في منها نبات حولي صيفي وفي منها نبات حولي شتوي النباتات الحولية الصيفية هي النباتات التي تنمو وتزهر خلال فصلي الصيف والخريف وتزرع بزور النباتات المزهرة الحولية الصيفية بداية من شهر فبراير لحد الانتهاء من شهر أبريل موعد تزهير النباتات الحولية الصيفية بيكون بداية من شهر يونيو لحد الانتهاء من شهر نوفمبر يعني بداية من شهر 6 لحد الانتهاء من شهر 11 من النباتات الحاولية الصيفية اللي بتزرع وتنمو وتزهر في فترة الصيف والخريف اللي منها نبات بيسمى بالأمرانتس أو نبات القضيفة أو نبات شاب الليل أو رجلة الظهور نبات الكوكيا نبات الزينيا أورف الدي دي النباتات اللي بتزرع في فصل الصيف والربيع بيكون مواعيد تزهرها ونموها في هذه الفترة أما عن النباتات الحاولية الشتوية فدي النباتات اللي هي بتنمو وتزهر خلال فصلي الشتاء والربيع بتزرع بزور النباتات الحاولية الشتوية بداية من شهر يوليو إلى الانتهاء من شهر سبتمبر يعني بداية من شهر 7 لحد الانتهاء من شهر 9 موسم تزهير هذه النباتات بيكون بداية من شهر ديسمبر لحد الانتهاء من شهر مايو يعني بداية من شهر 12 لحد الانتهاء من شهر 5 من أنواع النباتات الحولية الشتوية التي تنمو وتزهر خلال فصلي الشتاء والربيع نبات بيسمى مارجريت، نبات المنثور، نبات البنسيه، نبات البيتونية، ونبات العايج أو لسان العصفور دي النباتات الحولية الشتوية اللي بتنمو وتزهر خلال فصلي الشتاء والربيع وده بالنسبة للنباتات الحولية اللي هي بتكمل دورة حياتها خلال عام واحد وبعد كده النبات بيموت وتجدد زراعته في العام القادم أما عن النباتات المعمرة فدي النباتات اللي بتستمر في التربة أطول فترة ممكنة واللي بتنقسم إلى قسمين نباتات معمرة صيفية ونباتات معمرة شتوية أما الفرج ما بينهم أن النباتات المعمرة الصيفية بتنمو وتزهر خلال فصلي الصيف والخريف ولكن بتستمر في التربة أطول فترة ممكنة أكثر من سنتين أما بتاجي في فصلي الشتاء والربيع بيحصل لها عملية سكون أو بتدخل النبات في دور سكون فترة راحة بيحصل عندك زبول نسبيا للأزهار الأزهار بتكون جليلة على النبات والأوراق بتكون ضعيفة ليه؟ لأنها نباتات معمرة صيفية فترة نموها الشديد أو النمو الخضري بيكون قوي في فصلي الصيف والخريف ومن أنواع النباتات المعمرة الصيفية نبات بيسمى الوينكا ونبات الوينكا له ثلاث أنواع في نبات الوينكا البلدي ونبات الوينكا المستوردة ونبات الوينكا الهجين أو القزمية وإن شاء الله سنعمل فيديو سنتعرف به على نبات الوينكا وأنواعه وإزاي نفرج ما بين الثلاث أنواع وأيضا من النباتات المعمرة الصيفية نبات بيسمى بيجرونية والنبات الآخر بيسمى بيجربيرة وفي أنواع أخرى هنتكلم عنها في فيديوهات قدمة إن شاء الله numbات المعمرة الشتوية فذه النبات التي تنمو وتزهر خلال فصلة الشتاء وربيع بتستمر في الطربة ساعة أضول فترة ممكنة ولكن بتاجي في فصلين الصيف والخريف تحدثت للنباتذابول نسبيا وانخفاض في نسبة التزهير لانها من النباتات المعمرة الشتوية ومن النباتات المعمرة الشتوية التي ممكن تزرعها في الفترة بيه�like هي ونبات بيسمى بالجازانيا وغيرها من النباتات الأخرى وده كان كل شيء معنا عن النباتات الحولية والنباتات المعمرة وفي النهاية في سؤال مهم جدا لازم تأخذ بالك منه السؤال هنا بيقول ما هو سبب بقاء النباتات المعمرة في الطربة أطول فترة ممكنة وإيه هو سبب موت النباتات الحولية مع أن النباتات ده نبات وده نبات ولكن إيه السبب اللي بيخلي النباتات المعمرة تبقى في التربة أطول فترة ممكنة الإجابة هنا إن النباتات الحولية بتستهلك جميع العناصر الغذائية بتستهلك جميع القيمة الغذائية اللي موجودة داخل النبات من أجل إنتاج الأزهار والبذور فبعد الانتهاء من عملية التزهير وبعد الانتهاء من عملية إنتاج البذور بيكون النبات اكتفى وانتهت جميع العناصر الجزائية اللي موجودة داخل هذا النبات نعملش حسابه انه هو يخزن كمية من العناصر الجزائية داخل النبات عشان يستفيد بها بعد انتاج البذور ولكن بعد انتاج البذور بيموت النبات مباشرة لانه بيكون استهلك جميع العناصر الجزائية اللي موجودة داخل النبات أما عن بقاء النباتات المعمرة أطول فترة ممكنة في الطربة الزراعية وده بيكون بسبب أن النباتات المعمرة بتستهلك كمية بسيطة من العناصر الجزائية اللي موجودة داخل النبات بتستهلكها من أجل التزهير وإنتاج البزور وبعد كده بتخزن كمية أخرى داخل الجزور بتستفاد بها بعد الانتهاء من عملية التزهير وبعد الانتهاء من عملية إنتاج البزور وهو ذا السبب الوحيد والرئيسي في موت النباتات الحولية وبقاء النباتات المعمرة أطول فترة ممكنة يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وتكونوا استفدتوا حاجة من الفيديو فلو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا انزل تحت اعمل الاشتراك في القناة وفعل الجرس وشارك الفيديو مع أهلك وحبابك واصحابك خلي الكل يستفيد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته